سلام القدسي لكم وعليكم أحبائي وأعزائي ندخل إلى المنتدى ونبدأ طبعاً نحن كنا دايماً لأستاذ سميح يعني نستمع له ونخارج المنتدى بسهلاً محشورين بالوقت وبدنا نخفف فواصل فنبدأ مع الأستاذ سميح تفضل الأستاذ سميح أوكي لماذا تتدفق كل الإنجازات العلمية والاستخبارية والصناعية العسكرية وغير العسكرية بين دول التحالف الصهيو أنجلوسكسوني بينما لا يحدث ذلك بين دول التحالف الشرق جنوبي لماذا يمتلكون الزمام المبادهة دائماً ونحن نكتفي برد الفعل لماذا يستغلون عناصر القوة لديهم بلا حدود ونحن نمتنع ونتردد ونتمهر في استخدام عناصر قوة لماذا يقاتلوننا كافة ونقاتلهم فرادا فيقاتلوننا كتلة واحدة ونحن نقاتلهم كل واحد على انفراد وإن نحن استمرينا بنفس النهج سنؤكل واحداً تلو الآخر ونحن نتفرج أين الأس أربعمية لماذا الأس خمسة وتلاتين تصول وتجود في سمائنا وتقذفنا بمارك نين وتمانين ومارك ثلاثة وتمانين ومارك أربعة وتمانين بينما لا تزودنا روسيا بالأس أربعمية على سبيل المثال الشعب السوري كاد أن يتدور جوعاً بعد الحرب الكونية الصهيو أنجلوسكسونية الأعرابية عليه ولم يقدم له العون من الدول الشرق جنوبية إلا بالقطارة بينما يتم تعويض الكيان الصهيوني أولاً بأول بعشرات بلايين الدولارات كي يبقى اقتصاده صامداً ولا يكاد شعبه يحس بوطأة شبء الهنيار الاقتصادي الذي يعانيه بسبب المدد المتواصل من حلفائه الغربيين وغيرهم سلام القدس عليكم وسلام القدس لك وعليك يا دكتور سميح يا أستاذ سميح بدي أضطر جاوبك أنا بس على نقطتين وبسرعة لأنه أنا عندي نقطة بدي أحكي عنها يعني راحت من الحلقة فمناسبة يعني الأس أربعمية فعاليته هي في أنه أبعد مدى يعني هو بروح أبعد من الأس ثلاثمية سوريا تمنع الطائرات الإسرائيلية من الدخول إلى أجواءها بدون الأس ثلاثمية وبدون الأس أربعمية بالتركيبة اللي عملتها بين السام 2 والسام 5 والسام 3 اللي عندها يعني من المراحل السابقة وما طورته من وسائل مع إيران عملت شبكة دفاع جوي منعت الإسرائيلي من دخول الأجواء وروسيا ما لح تعطيك إسلاح لحتى تروح تأوس يعني على الأجواء الأخرى حتى الأس أربعمية بكل معاهدات الدول بدت تعمل معك معاهدين أنت عم تشتري إسلاح لتحمي الأجواء السورية هلأ لمناهضة الصواريخ هذا ليس الأس أربعمية هو الفعال يعني هذا ليس وصفة ليس مسحة رسول اليوم ما فيه اختراقات تتم للأجواء الروسية ما فيه مسيرات عم بتفوتوا بداخل روسية عم بتصيب صواريخ ما عم تنزل على الأطراف الحدودية بالأراضي الروسية وعم نقرأهم بالبيل جورد وغيرة والكورسك وغدا فما فيه شيء اسمه إغلاق كامل الإسرائيلي ما عنده كل المنظومة الغربية للدفاعات الصاروخية باتريوت على هو ما صنعه حدسه سهمه وقبة حديدية عم تفوت صواريخ المقامة من اليمن ومن العراق ومن لبنان وطائرات المسيرة اللي عم ينزل على سوريا هي صواريخ من خارج الأجواء السورية فبالتالي فيه مبالغة بالكلام وين روسيا وين الأس 300 والأس 400 ما فيه إمكانية لفعل إلا شيء واحد سوريا ما بدأت تعمله اللي هو الرد على الصواريخ بقصف الداخل الإسرائيلي لأنها لا تريد أن تدخل في حرب استنزاف مع إسرائيل هي عندها حرب في الشمال ما بتحمل معها حرب في الجنوب وهذا ما يلو علاقة بالروس فلذلك أنا رأيي هاي النقطة شوية نحطها على جنبها في الجانب التقني متفوقين علينا وعن الروس وعن الصينيين فيما يتعلق بالأمن المعلوماتي والاستخباري واللي بيقول عكس هيك بديش أسأله سؤال واحد قد ما تفوقت روسيا والصين بإنتاج أدوات تقنية يعني أجهزة تقنية أنه التليفون والكمبيوتر والمدرشوه هدا طيب فيه سؤال الأنترنت الذي يجوه بالعالم وين مخزنه مش عند أمريكا يعني هو هلا العالم الكوننكتد يعني العالم المتصل متصل بمين متصل بالسيرفيرات الأمريكية فبالتالي أي حدا عم بيفوت على أي تطبيق من التطبيقات طالما لا توجد شبكة موازية غير الشبكة اللي عند أمريكا فكل البنية المعلوماتية بما فيها للمصارف الصينية وإذا الرئيس الصيني بيستعمل الأنستا أو بيستعمل الواتس أو بيستعمل حتى التطبيق الصيني البديل للتطبيق الأمريكي طالما ما عنده كابل أنترنت إذا بدي يبعث رسالة على التطبيق الصيني اللي منزله هو والرئيس الروسي ليحكوا مع بعض بواسطة شو بيبعتوه بعدهم يبعتوه بواسطة الكابلات الأمريكية وللمعلومات هذه الكابلات الأمريكية الذاهبة إلى الصين والهند في كابلين واحد جاي من طريق أستراليا واحد رايح من الهند عن طريق البحر الأحمر اللي رايح عن طريق البحر الأحمر مارئ عند عقدة 8200 الإسرائيلي يراقبه ويستحصل على نسخة من كل ما يعبر به من أهلسيات بنكية إلى رسائل غرام شخصية وبالتالي إذن نحن قدام معادلة تقنية حقيقية أنا بدي أمرو على نقطة ثالثة لأنه نسيت أولى بس بدي أحكي عنها عنوين وترك إذا بالنقاش حدا فتح نقاش حوله منبقى من نائشة هل مطالبة لإيران بأن تدخل عارفين شو عم بتطالبوا أنتو؟ أولاً رحلكم بصراحة هلأ إيران تعلن الحرب على إسرائيل نتنياهو بده يعمل عيد ميلاده المية ليش؟ لأن حرب إسرائيلية إيرانية سوف تعني فوراً يوم اثنين تلاتي وقف اطلقناه ودعوة للتفاوض في مجال ما يكون الملف النووي على طاولة المفاوضات إذا العالم بده يقعد لا يتفاوض على القضايا العالقة يعني اللي عم يقولوا ما بدنا الملف النووي على ظهر أضايانا ما يطالبوا إيران تفوت على الحرب إيران مدينة بأمر واحد وهو الرد على اغتيال القائد إسماعيل هنية لأن اغتياله تم على الأرض الإيرانية وهي ألزمت نفسها بهذا ولنا الحق عليها بأن نلزمها بهذا الرد لكن مش الرد على اغتيال سمحت السيد ولا الدخول على الحرب الدخول على الحرب وأنا رويت وأعيد الرواية يوم اللي كانت حرب تموز وعرض سيادة الرئيس بشار الأسد بنخوة وشهامة أن الجيش السوري جاهز لدخول الحرب كان يدرك أن هذا الدخول هو آخر خرطوشة إذا شعرت المقاومة أنها قاب قوسين من الهزيمة أنه خلص ما بقى فيها تصنب فبصير إنقاذ المقاومة أغلى من أي حسابات أخرى أما فيما عدا ذلك فشرح سماحة السيد فيما عدا ذلك سوف يعني أن المقاومة أصبحت ملحقا لمعادلات الدول خلص فأدت هامش حرية المقاومة صار أي عملية تقوم بها المقاومة يرد على سوريا باعتبار سوريا هي التي حمد فعليها أن تتحمل مسؤولية ما يسمى مشاغبة هذا الحليف الذي قامت هي بحمايته استقلال المقاومة شرطه أن تخوط حربها دون أن تتحول إلى معادلة الدول دخول الدول في الحروب يعني وضع سقف لحركات المقاومة اسمه اتفاقيات الدول والدول محكومة بمعادلات اقتصادية وشعبها بده يأكل وشعبها بده كهرباء وشعبها بده سعر العملة وعنده مئة حساب وحساب عم يحكي كدولة وهذا مش انتقاص ولا إهانة ولا إدانة هذا تصوير لواقع وبالتالي يجب أن تبقى قوى المقاومة في انتصارها متحررة من شراكة الدول في الحرب والدول هنا أقصد إيران وسوريا فدخيل ربكم دخيل عربكم بترجاكم إذا عندكم كلمة وصلوها للرأي العام لا تطلبوا تدخلا إيرانيا لا تسألوا أين هي إيران إيران نعم بطلوب منها لرد الاعتبار أنه تدي في ديارها على طائد قتل فهي معنية بأن ترد الاعتبار لكرامتها وسيادتها فقط فأنا ما رح أوسع بهالموضوع كثير بس لأنه هذا فاتني في سياق العرض بشكرك مرة تانية أستاذ سميح أعطي الكلام هلأ عندنا نحن ساعة عظيم يعني خلينا نعتبر هلأ بلشنا المنتدى عندنا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتاز خمس دقائق لكل مداخلة وتحسبا رح يرجع يجينا اتنين فما حدا يتجاوز الخمس دقائق رجاء أستاذ محمد البرغوتي تفضل سلام القدسي لكم وعليكم وسلام القدسي لك وعليك بالأمس حاولت أني أدخل وأشارك ولكن اختناقي منعني أن أستطيع أن أكمل الجمل وأستريح في حديثي كلام ليس فقط وجداني للمشاعر وأعتقد أن الجميع مر بهذه المشاعر وهذا الوضع ومن هون بدي أحكي كلمتين اللهم استراضيات في الحياة والتساؤل قالوا لي سماحة السيد رحل قلت لا سماحة السيد لا يرحل قالوا لا رحل قلت هل رحل عنا رسول الله محمد قالوا لا لم يرحل وهو بيننا دائما فقلت هكذا لقد مات سماحة السيد ولكنه لم ولن يرحل عنه فهو في الوجدان والعقل مزروعا قصبا متمددا دائما ليس متخلصا لما ترك رحم الله الشهيد القائد حسن نصر الله وعزائنا الحق لكل من يستحقه العزاء شكرا يا أستاذ محمد العفو يا سيدي هذا شعورنا ما كيز أنا شفتك بأول حلقة أنا وعن بحكي كيف غصيت عليك الحال هذا قلبك الطاهر وصلت رسالت يخلي ليه أما في السياسة أنت أفضت واستفضت بمفهوم ما يلزمن في هذه المرحلة لنفهمه وكثرة التساؤلات وأجوبتك عليها برضو كما أكيد أرى أنها اختصرت الكثير على الكثير برضو الأسئلات بما يدوم ولكن الأهم هي النقطتين الأساسيات أن الفراغ الذي تركه شهادة السيد وهذا الفراغ الذي استغله العدو لتكون مباحة الضاحية أو ملبنان ككل مباحا أمام هذه الهجمات الشرسة والوقحة والقدرة واستغلت هذا الظرف وهو ظرف واقع عدة أيام أفهر وسيكون الوضع مختلفا إن شاء الله أما الجنوب فأناك قناعتي وخبرتي في الحياة ودرايتي كنت على قناعة تمة بأن العسكر ليس لهم علاقة بالقيادة وما حصل لأن الأسئل وضحناه بطريقة أو بأخرى أنه كان اختراقا أمنيا بمستوى القيادة للاغتيال لغرض الاغتيال أكثر مما هو لم المعلومات وفهم إدارة العمل كيف تسير هذه لم يستطيع بها شيئا لحشان هيك لأن الحكم العسكري والوضع العسكري متماسك والله يوفقهم للشباب والنصر قادم بإذن الله ورحق ما قال الله يا سيد حسن نصر الله نحن وراءك والكل وراءك ليخدم هذه القضية ويخدم هذه الأمة والنصر قادم وسلام القدس لكم وسلام القدس لك وعليك شكرا يا أستاذ محمد أستاذ رضا تفضل السلام القدس عليكم وسلام القدس لك وعليك نعزي ونبارك بارتقاء سماحة السيد حسن نصر الله بداية ولصلب الموضوع أنه نحن دخلنا مرحلة جديدة ما بعد استشهاد السيد حسن نصر الله وليس يكون لن يكون من السهل تعبئة هذه الفجوة اللي سيتركها سماحته وخاصة على الجبهة الإعلامية والحالي النفسي اللي كان يقدر ينقلها إلى جماهير المقاومة ليس فقط على صعيد لبنان والمشرق العربي وإنما على انتداد العالم يعني لاحظنا من وسائل الإعلام في أمريكا اللاتينية خاصة وسائل الإعلام كم من الأهمية الدور الذي كان يلعب سماحته فلذلك المرحلة القادمة سوف تكون أكثر شراسي نتيجة أنه المدى والأزمي اللي وصل إلى العالم الغربي واللي عم تدفعه باتجاه التوحش في أكثر من منطقة في العالم فانعكاس المعركة عندنا سوف يكون بهذا الاتجاه وما عملية اغتيال سماحت السيد إلا دليل قاطع أن أمريكا هي المسؤول الأول والأخير عن تنفيذ عملية هذا الاغتيال وكما قلت السيد ناصر أنت بتحليلك صحيح نحن نخوض معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها وإسرائيل هي أداة والرجعيات العربية كمان مسؤولة بلعب هذه الدور وتلعب دور في هذه المعركة فعلينا الإقلاع عن السردية وخاصة بيقول علينا المند من يشكله ومن ينتجه موقف مساند للمقاومة وبعض وسائل الإعلام اللي تعتبر مساند للمقاومة تدور في هذه السردية أنه إسرائيل أنه نحن نحارب إسرائيل وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تلعب دور الوسيل فأظن يجب على الإعلام المقاوم أنه يحسم هذا الموضوع السردية لما يشكل من عامل تفتيت وتشتيت لأفكار الإنسان العربي فلذلك يجب التركيز بأن حربنا هي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن بالفعل وصلت إلى قناعة هي والغرب الاستعماري ككل منذ سبعة أكتوبر عندما أتوا بجحافلهم وبرؤساءهم إلى الكيان الصهيوني حتى يطمئنوه ويطمئنوا نفسهم بأنهم سيبادروا إلى استلام زمام المبادرة فلذلك هي حرب هي مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل وهي على امتداد العالم العربي يعني جغرافيا غرب آسيا بالتحديد بالكامل فلذلك القواعد الأمريكية المنتشرة أيضا في المنطقة المشرق العربي وأيضا في مناطق قريبة هي جزء من هذه المعركة وكل ما يحدث هو متكامل وكافة هذه القواعد الأمريكية المتواجدة في المنطقة تقوم بدور واحد تقودها غرفة عمليات وحدة فلذلك يجب أن نبدأ بالتركيز يعني وتوضيح الصورة للإنسان العربي وأن يؤخذ هذا كله بعين الاعتبار في المرحلة القادمة من قبل المقاومة نقطة كمان مهمة جدا أنه الكيان مسألت في حال مثل ما كنت عم تذكر استاذ ناصر أنه إذا قرر العدو الدخول البري وهذه النقطة اللي هي المقاومة بتهدف يعني وتتمناها أنه حان الوقت بأنه الكلام الأخير اللي قاله السيد حسن حول المنشآت الاستراتيجية الصناعية الصهيونية في شمال الكيان أن ينفذ هذا الوعد بأن تدمر هذه المؤسسات والمنشآت الصناعية الاستراتيجية للكيان حتى يحسم الغرب الاستعماري والقوى الصاعدة للنظام العالم الجديد الصين وروسية أمرهم بأنه لا مكان لهذا الكيان في منطقتنا فهذه نقطة أساسية وجوهرية نحن لا نستطيع أن نطلب الدعم الكامل من حلفائنا المعاديين للاستعمار القديم والولايات المتحدة الأمريكية لكن نستطيع أن نقول لهم بأن أي مراهني منكم في أي قرار وحل سياسي قادم يثبت هذا الكيان ويبقيه ضمن منطقتنا هذا ليس من الممكن فلذلك أن الكيان هو اليوم أصبح عاريا بدون أي دعم غربي وتواجد عسكري مباشر غربي لن يستطيع أن يعيش هذا الكيان فلذلك هذه النقطة يجب أن تكون أساسية نقطة أخيرة بمسألة الحرب الإعلامية اللي بيشنها الغرب لاستعماري وإدواته من الإعلام العربي الممول من دول من الثناء الخليجي الإماراتي السعودي لأن جزء أساسي بهذه الحرب وممول أيضا مش فقط عبر فتح خطوط الإمداد لهذا الكيان عبر حدود ولكن أيضا بالمال الحمل الإعلامية اللي بيشنوها أنه لتشكيك بقدرات المقاومة وبالحديث عن الاختراق البشري للكيان هذه نقطة إستاذ ناصر لو بتوضحها بعدين بهذه لذاك أنه صحيح نعرف هناك اختراق لا عم تحكي صح 100% إيه فنحنا اللي عم قوله أنا صحيح فيه تفوق تقني مثل ما أنت قلته صحيح مهم جدا وهذه لم تعد مشكلة المقاومة اللبنانية العربية بشكل عام هذه مسألة الدول اليوم ومنظومات حالة الذعر اللي أحدثتها الإقدام الكيان الصهيوني والأمريكي على تفعيل هذا النوع هذا العمل من التفجير أجهز إلكترونية هذه أحدثت ذعر في العالم كله صحيح الإعلام الغربي لا يعطيها مداها وصداها لكن هذه أحدثت بالفعل ذعر فمسألة عدم استعمال أو عدم اللجوء لاستعمال تقنيات يستطيع الغرب كشفك من خلالها هون بقصد القوى المقاومة على قوى المقاومة أن تبحث على باتيل يمنع عدوك من الوصول إليه وهذه عملية شاقية وستدفع ثمنها وستدفع ثمنها المقاومة حتى نستطيع أن نجتاس هذه المرحلة ومثل ما قلت يعني مسألة التشكيل على الاختراق البشري حاول استاذ ناصر تعلي على هذه النقطة لأنه من المهم جدا بمسألة الذكاء الاصطناعي مثل ما قلت أنت نحن ليس نحن فقط الكرة الأرضية التي دولها لا تستطيع التحكم بآليات وأدوات منصات التواصل الاجتماعي وخاصة مع مادة هي معرضة لأن تكون كل مجتمعاتها مفتوحة أمام هذه المنصات يعني نحن نعرف أنه هون مثلا بالبرازيل الأخري إذا بدخل أنا على الفيسبوك إذا مثل بسيط فتش على سلعة معينة أو خدمة معينة فبتلاقي الفيسبوك بعد دقيقتين ثلاثة غمرني بسلسلة إعلانات أبدا إعلانات أنه أنت شو بدك بالحق يعني بيعرفوا عفوا بيعرفوا فردة صباتك بيعرفوا رقم بنت لونك بيعرفوا لون شعرك شو بتستعمل كل هذه المسائل عندهم مجموعة من المعلومات استطاعوا استعمالها بتعقم أي شخص مش فقط في بيروت أو في لبنان أي شخص في أي منطقة في العالم بيقدروا يعرفوا مين هو ومن هم أصدقاؤه ومن يلتقي وكل شيء موجود مفضوح بمتناول كل هذه الأجهزة فلذلك يعني ليست عملية سهلة أنه تتخطاها المقاومة إلا إذا تخلوا بالكامل عن استعمال هذه العدوات ومن وضع بصماته على وسائل التواصل الاجتماعي للأسف من قلله أنه خاضح كمان لمراقبتهم ومعاقبتهم وإن ما بلقوه حيوصلوا له فهذه نقطة بداش يعني كثير المهم أنه اليد الطولة بعد أن الكيان استطاع إحداث بعض الإنجازات من خلال هذا الذكاء الاصطناعي والتفوق التقني أظن أنه المقاومة ستحاول وستستطيع أن تكون اليد الطولة لها في المواجهة السابقة بدنا نختصر أستاذ رضا جاوزت الخمسة دقائية ومن ضمن هذه أنه القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة يجب أن لا تكون خارج الحسبان في المواجهة يعني علينا تخطي هذه المرحلة المواجهة ليس فقط على حدود لبنان مع فلسطين أو غزة مع الكيان ولكن مبارح ضربوا كونيكو ما تشغل بالك أنا شفت مبارح طبعا طمنتنا وهذا فيه نوع من العتب كمان في العراق يعني يعني نتمنى أنه بعض العوائق اللي كانت تحتاج نحكي فيه بعدين السيد رضا الموضوع العراقي نحكي شكرا يا السيد رضا شكرا سلام القدسي وسلام القدسي لك وعليك شكرا السيد رضا السيد مدح تفضل سلام القدسي عليكم وسلام القدسي لك وعليك والله أنا كنت أحكي بموضوع أطول من خمس دقائق بس هلأ رح أقتصر بشغلي حاس إنها مهمة ثلث أربع دقائق فضل التشكيك في الدور الإيراني هذا التشكيك لا يأتي جزافا هذا يأتي من أجل تحويل الغضب من العدو الصهيوني إلى جهة تانية أحسن وهذا نتيج الدراسات العلمية يعني اللي درسوا العلم الاجتماعي والعلم السياسي بعرفوا إنه هذا مهم جدا لأنه إذا تحول هذا الغضب باتجاه الأمريكي وباتجاه العدو الصهيوني هذا سينتج كره شديد وبالتالي سيكون هناك تحركات لا يريده هذا العدو ولا تريده هذا الإدار الأمريكي في هذا السياق بدأت كمان بشغلة إنه ما هو المطلوب مننا في هذه المرحلة المطلوب مننا بهذه المرحلة أعتقد هو الثبات التماسك والثقة بلاحظ إنه هناك فيه تشكيك في إخواننا فيه تشكيك في حلفائنا إحنا في مرحلة يجب أن نبتعد كليا عن هذا التشكيك لا نضخم المخاوف لا نحول المصائب إلى تنظير للهزيمة لأنه هذا يسمح يعني نوع من العار العدو بده يكسر إرادتنا وبده يكسر ثقتنا بمقاومتنا من نتيجة هذه الأفعال التي يدخون فيها ونتيجة هذه الدسائس والعرض للبروفغاندا والدعاية الإعلامية الشرسة التي يمارسوها علينا فيه ناس تسأل أين المقاومة وليه ما يطلعوا وشو صار في المقاومة لهذه الأول أنا منحكي أنه أي جهة مهما كانت صوية تتعرض إلى ما تعرضت له المقاومة لا يمكن أن تستعيد أنفاسها فورا بحاجة أنها ترتب بيتها الداخلي بحاجة أنها تشاور حرفائها شو الإمكانيات الموجودة شو المتاح الممكن نعمله وبالتالي يجب أن تدرس قياراتها يجب أن أنها تحاول تعمل قيادة جديدة بالسرعة القصوى وبالتالي هذه أعباء كبيرة وليست أعباء صغيرة وعليها أن تقيم الوضع وعليها أن تكشف مواطن الخلل وعليها أن تقوم بدراسة ما الذي حصل هذا كله يحتاج إلى وقت تالي ما في داعي للضغط على المقاومة علينا بالثبات وعلينا بالثقة بهذه المقاومة ليس أكثر من هذا وعلينا أن ننتظر قليلا لا أريد أن أطيل مشان الأخوان الزبلاء وسلام القدس عليك وسلام القدس لك وعليك شكرا يا أستاذ مدحان أستاذ علي تفضل فتحت وسكرت يا أستاذ علي سلام القدس عليكم وسلام القدس لك وعليك أحتاج دقيقة لتأبين سمحت السيد إذا سمحت أي تفضل عبر تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي وخصوصا منطقتنا لم يمر قائد فذ منذ ستمائة عام في سماحة السيد يوجد قادة كثير لكن هذا التكامل التكامل في كل شيء حقيقة لم يمر كان رجلا عالما دقيا بارا دقيا عارفا زاهدا ومتواضعا حقيقة خسارتنا كبيرة في هذا السيد نحن خسرناه هو لم يخسر فقد فازف يوم واستشهاده وهو لم يموت فالشهيد يولد في يوم شهادته وهو قد ولد وثبت وخلد في التاريخ المادي والمعنوي والملكوتي هذه فقط نقطة كنت في تأبين وانا لم أفكر شكرا يا سيد معك على المستوى السياسي احنا في كثير في المستوى في التفكير الاستراتيجي تطرقنا لكثير من المواضيع الاستراتيجية ان هذه المعركة هي معركة اميركية الكيان الصهيوني مجرد اداة وزرعة من قبل الغرب في هذه المنطقة وهي غدة سرطانية ومغذات من العالم الغري الغرب الآن هذا الكيان يقاتل بشراسة هذه معركة اميركية وهي معركة تفاوض معركة تفاوض احسن من المنطقة للمصالح الاميركية وقد ذكرنا ذلك سابقا في بداية والتفاوض تفاوض تحت النار لا يوجد في المعارك المحورية وخصوصا في تغيير مسار في الكرة الأرضية ودول العالم إلا أن يكون تحت النار حرب العالمية الأولى والثانية وقبل هالحروب في العالم الغربي وحتى في العالم الإسلامي مع الغربي يكون التفاوض تحت النار والآن هو التفاوض تحت النار وهذه المعركة لن تنتهي الكيان في ورطة الكيان لن يتفاوض لإيقاف النار وأميركا تشدد على استمرار قتال الكيان الصيون إن وقف الحرب فهذا نصر بائن ستكون حرب أهلية داخل الكيان الكيان في ورطتين إيقاف الحرب والاستعداد للحرب الأهلية في داخل الكيان أو استمرار الحرب وهو في الحالتين في ورطة فأميركا تفاوض في الكيان لأنه أنا أذكر سابقا في الرئيس في الحلقة السابقة بأنه تيقن الغرب بأن استمرارية هذا الكيان في هذه المنطقة أصبح محاد ولذلك الآن التفاوض تحت النار لإثبات المصالح ولكن أميركا لا تريد أن تأخذ أقل الأقل الأقل ما هو موجود لأنه نقطة ليست بهذه القوة التي كانت عليها سابقا وخصوصا على المستوى الداخل الأميركي وعلى مستوى الشعب الأميركي الشعب الأميركي وعى كثيرا لما يدور في في العالم وليس فقط في عالمنا الشرق الأوسط هذه مرحلة قلنا مرحلة التفاوض أنا في وجهة نظري ستستمر هذه الحرب لمدة سنتين أو سنتين وكل يضع قوته وكل يظهر قوته ويجب علينا بحكمة واستراتيجية نحن نحلل ولا نفرض على الميدان صاحب الميدان يجب على هذا أن يفعل ذاك وعلى هذا أن يفعل ذاك نحن لسا في الميدان نحن محللون حتى في المستوى العسكري في بعض الأحيان القائد الميداني في ساحة الخطوط الأمامية قد يفعل تكتيكات خارج الحركات أو مركز الحركات في المركز لأنه قائد ميداني يرى تغييرات والاستراتيجيات فكل لبنان لديه تكتيكاته الخاصة والاستراتيجيات حسب الجغرافيا الجغرافيا والزمن والظروف سوريا لها تكتيكات نحن نفرض نحن نقرأ الساحة ونقرأ ما يدور لا نقول سوريا لماذا لا تفعل وإيران لماذا لا تفعل إنها تقود معركة محورية على مستوى العالم وصرح المحور بأنه لديه وحدة الساحات ولديه غرفة عمليات مشتركة فهم أعرف وأعلم وهم صاحبين أصحاب الميدان ونحن نقرأ الساحة من بعيد نقرأ نقول إن هذه معركة الآن معركة أميرتية مع المحور لتغيير العالم ونفتخر بأن العالم الإسلامي حاليا وهو معركة إسلامية تقود العالم إلى تغيير تغيير جذري من السيطرة الأميركية الأحادية على العالم إلى قوة متعددة متعددة القوة الآن المحور يواجه أميركا التي لا يستطيع الصين وروسيا مجتمعين أن يحارب الغرب ونرى ما يحدث في أوكرانيا نعم بعض الانتصارات لكنه لا يستطيع حزيمة الغرب الروسي لديه قوة نووية لكن لا يستطيع الصيني لا يستطيع اجتماعيا دعا اقتصاد قوي لكن لا يستطيع في إدارة معركة بواجهة وأنا في رأي أنه إذا تحرك الصيني بعض بعض المراحل ووجد الغرب بأنه يهدد تهديدا مباشرا سوف تفتح جبهة تايوان سوف تفتح كما في أوكرانيا كما في في منطقتنا لكن يجب أن ندعم محورنا ونؤيد كل ما يقوم به إن فاوض فنحن نؤيد إن قاتل فنحن نؤيد إن صعد فنحن نؤيد إن أخفض التصعيد هو صاحب الميدان وهو يقرر وشكرا لكم جدي أحسنت أحسنت سلام القدس لك وعليك دكتور نيدال تفضل سلام القدس عليكم وسلام القدس لك وعليك أنا أعطيتك هلا مشا مدفل أنا شاكري لك على كل حال أنا بس لأنه حبيت عليك بكون عندك شي عملية بتتركنا وبتروح أنت لا أنا بس كنت يقول أنا بعتزار جيت متأخر ملحقت بداية الكلام تبع حضرتك وفاتني أسمعه بصراحة لكن بجوز أحكي كلام يكون مش منسج مع الكلام اللي حضرتك حكيته ما بعرف ما سمعته أو بجوز يكون متفق فيه بس أنا مضطر أني أحكي لأني موجوع كتير ومتألم كتير وقلق كتير كمان أنا لا أخفيك أنا غير مطمئن أنا قلق لسبب أنه شاهية الإسرائيليين والأمريكان انفتحت كتير بعد ضربة حزب الله وضربة السيد حسن نصر الله شاهية مفتوحة واللي شاهية أنا اللي هلأ شاهية قدامي هو نفسه مشروع الشرق الأوسط القديم يلي حكوا فيه بدوني يجددوه بس المعطيات تغيرت المشروع اللي بدأ فيه جورج بورج كان فيه بهذه الفترة معطيات مختلفة كان فيه إيران التيار المحافظ التيار يعني نسبيا بيصنطه على أنه شرس على أكس التيار الإصلاحي اللي هو شوي دبلوماسي بيحل الأمور بالدبلوماسية كان فيه سوريا المعافات سوريا الجيش السوري المعافل ما أنه منهك ولا القيادة السورية ولا الشعب السوري منهك كان فيه حتى حزب الله الكامن في الظلام اللي إسرائيل تفاجأت فيه تماما واللي ألحق فيه الهزيمة نتيجة أنه كان فعلا كاما في الظلام وما أحد بيعرف فيه أو بيعرف في إمكانياته الصورة تغيرت شوي هون أنت أمام شرق أوسط فيه تيار إصلاحي في إيران يلي هو نحن من تجربتنا معه مع احترامي إله ومحبتي لكل إيران ومدرك أنه إيران هي مخلصة وقلبة معنا لكن بجوز فيه تيار إصلاحي أنا شفت ردة فعله أيام قاسم سليماني لم ينتقم كما يجب لي قاسم سليماني أو لم يعاقب الأمريكي كما يجب فيه أيام قاسم سليماني بني بس أطع خلص موضوع إيران شيله من التداول طبعا يلي طبعا 2015 تم الاتفاق النووي كان التيار الإصلاحي كان حسن روحاني وجواد ظريف صح؟ نعم كان الرهان الأمريكي أولا المفاوضات التي تمت يريد الأمريكي الحصول على التزام إيراني بالخروج من سوريا ما قدر يوصل مظبوط نعم عطلت مفاوضات بغداد 2012 وكان التوقيع مقرر في الأستانة والتغت المفاوضات كليا لأن إيران رفضت ثم بال2015 بـ 14 تموز تم توقيع الاتفاق بـ 30 أيلول دخل الروس وكانت إيران وروسيا كتفا إلى كتف في معركة الحسم في سوريا وتدحرجت الانتصارات في سوريا بقوة هذه الشراكة وهذه الشراكة هي التي أدت إلى إلغاء الاتفاق النووي قرار الإلغاء قبل ترامب في 2017 عندما حسمت سوريا عسكريا بنسبة 90% وبالتالي خاطرت إيران الأولوية للاتفاق أم للخيار الإقليمي أنا رأيي أمر محسوم مع الإصلاح ومع المحافظ لصالح الخيار الإقليمي جاء يوسف بن علوي بال2008 إلى طهران كان وزير خارجية عمان وأنا نشدته مرة على تليفزيون كنت عم بحكي وذكرته إذا كلامي مش صحيح يكذبني رأى على طهران شايف الشيخ رفسنجاني عاملا عرضا أمريكيا يقول هذا العرض المشروع الإمبراطوري كما نقرأ عنه وهو مشروع إمبراطوري أمريكي لإيران وليس إيرانيا نفوذكم في دول آسيا الوسطى التي كانت في بلاد فارس العراق لبنان الخليج الملف النووي هذه عهدة إيرانية نحن في صواريخ نووية عند باكستان وما عم نعترض عليها مش ملف نووي مدني روحوا حتى شوي عسكري من غض نظر المهم اطلعوا من فلسطين وكان الجواب أن إيران لن تخرج من فلسطين لو شو ما كانت العروض ولو ما شو ما كانت التهديدات وبالتالي أنا رأيي لا قلق من زاوية ثبات إيران على الخيار الإقليمي ورح لك لسبب أن إيران تدرك بكامل مكوناتها السياسية وهذا يعني الخطاب اللي عم بيقوله الرئيس الإيراني بيصب بها الاتجاه اللي بيسمعوا بحواره اللي صار مع الجزيرة أنه نحن ما بدنا نعادي حدا ولا بدنا نقاتل حدا بس نحن وإسرائيل سوا بهذه المنطقة ما فيه إمكانية نعيش واحد مننا بدو يفل وبالتالي نحن جاهزين نمديدنا للغرب وجاهزين نتعاون مع الغرب لكن ما حدا يفكر نخفض صقف موقفنا من مسألة فلسطين أنا رأيي هذا هو جوهر الموقف الإيراني وهذا الموقف الإيراني بلا إيران بتبطي الإسلامية وإيران بس تبطي الإسلامية تتفكك إلى إثنيات وعرقيات وقوميات الوطنية الإيرانية الموحدة هي الإسلام وليست شيء آخر أنا ماني مختلف معك تماما أنا بس عمقوله المقاربة الإيرانية الأبروتش الإيراني بجوز تكون مختلفة بين تيارين يعني هذا تيار بده فلسطين وهذا تيار بعد جانب النقطة الإيرانية هاي ملاحظة من الملاحظات اللي أنا حبيت أولى بس الأمر الآخر مثل عامل لك أنا ما بدك تكمل أنا بس تطاحت لأنه بمداخلتي كل الصورة متفقين حجم الضربات والقلق والخطة والإمكانات والقدرات عظيم عندنا سؤالين بس هل حصل الإسرائيلي على وقف جبهة الشمال لم يحصل بدون وقف جبهة الشمال لا في عودة مهجرين ولا في فك ارتباط مع غزة كيف بده يحصل على وقف جبهة الشمال عنده طريق سياسي أنه حزب الله ينهزم بيان نعي سماحت السيد واضح وبيانات المقاومة كل يوم اللي عم تطلع بقصف الشمال واضحة إسناداً لغزة دفاعاً عن لبنان طيب إذن بالرضا ما رح يقبل حزب الله يا بده يحطموا يدمروا يا بده يفوت بالعملية البرية التحطيم والتدمير دونه تدمير البنية بالأول اللي على الحدود وبعدين بيدمر الداخل وإذا رأى على قصف العمق اللبناني ليقلب اللبنانيين عليه رح يطلق يديه بقوته الاستراتيجية التي يملك إرادة استخدامها ويتردد في استخدامها كي لا يعطي لإسرائيلي ذريعة قصف بيروت وبداعي أن الحزب عن بدافع عن الضاحي جاب القصف على بيروت لكن إذا قصف بيروت هو ابتداء انتهى الموضوع طيب سؤال شو هي خارطة الطريق للوصول إلى الأهداف إذا قادر تشوفها عند الأمريكي والإسرائيلي أنا غير الإبهار الأمني والناري يعني أنا ما فيني إدعي أنا فيني يعني شوف التصور الأمريكي لكن أنا على الأقل أحليلية أحليلية إيه سنتاجك فيما أنا أنا بفترض نفسي لو كنت في مكان القيادة الإسرائيلية والقيادة الأمريكية هاي لحظة فرصة من زهب فرصة تاريخية شو بيعوي فيها في خلخة يعني أنا ممكن أنا بصراحة أتوقع أنه بدوني يبدأوا بالحرب البرية وهني مستعدين لي عظيم عظيم أنا هاي اللي عمولو هني رح يروحوا على الحرب البرية أنا ورجعت هذا الحرب البرية اي وأنا أنا أنا معلش رح تكون كتير يعني صريح أنا أنا حتى صرت أخشى على القيادة السورية على شخص الرئيس أسر نفسه لأنه هو حيكون الشخص الأخير في ظهر حزب الله وفي ظهر المقاومة يعني الأمريكيين والإسرائيليين مستشارسين كتير وواضح تمام كلينا معلش وحدي وحدي لأنه كمان أنا رأيي المقاومة لن تتأخر حتى تظهر لك قائدا ما بدي أقول بقامة سمحت السيد لكن لا يقول إن شاء الله السؤال هو شو الخطوة الأولى نتفق العملية البرية فيه يعني إذا بده يضرب العمق إذا بده يكسر بده عملية برية بده يفرجي قوته بأنه أعاد حزب الله إلى وراء الليطاني بالقوة نعم طيب بموازين القوة يا دكتور نضال الإسرائيلي يملك القدرة على ربح الحرب البرية أنا رأيي خلينا اتفق هيا قصة بده 15 يوم بعد 15 يوم راح الزخم مش هيك طيب نحن بعد 15 يوم إن شاء الله ملتقين إذا ذهب إلى الحرب البرية أنا من هلا عمل لك سيدمر الجيش الإسرائيلي كله إذا أدخل لواءا بريا سيقتل مش جرحة ما في جرحة وإذا أدخل عشر دبابات على عيتا ما رح تطلع منهم دبابة الشباب مستعدين يكلوهم بسنانهم هذه البنية الموجودة في الخطوط الأمامية أنا عم بحكي عن 20-25 ألف مقاتل إذا فيه الجيش الإسرائيلي يهزمون ويردون لوراء الليطاني صحتين عقلبوا المنطقة العربية طب وإذا لم تدخل إسرائيل خلال 15 يوم هي لفترة الزروة فترة الانتقام رح يضل القصف شغال على الشمال لا عودة مهجرين ولا فك ارتباط مع جبهة غزة حد أدنى عمون إذا ما صار القصف على العمق هذا حد أدنى هو بده يصير أمام رأيه العام طيب شو عملت لنا الأربعين صاروخ صاروا أربعمية والستين ألف مهجر صاروا ستمائة ألف لأنه حيفا دخلت عداء مؤادر هلأ كلهم بدون عملية برية اللي عم يتردد هو الجيش والحكومة أما الرأي العام كله باستطلاعات الرأي مع العملية البرية إذا دفعه الرأي العام وقد يدفعه نتنياهو كرميل الرأي العام بروح وبيصدق لنا وبيكب الجيش على المحرقة سيدمر وإذا دمر الجيش ما حدا بيعود يهد الناس ما تفوت على الجليل انتبه يعني ما تفوت على معادلة أخرى تماما فهذه المعركة هو يخشاها لخطورة المفاصل اللي وافع عليها بالجغرافية وإذا تأفاداها وبيقي القصف على الجليل وبيقي القصف على حيفا هو اللي عمله وعطى المقاومة مدى جغرافي صار على أطراف تل أبيب من شمال الضفة الغربية يعني من وادي مرج بني عامر إلى حيفا شمالا طيب هو فيهم ثلاث ملايين مستوطن إذا هجروا منهم مليون والقصف شغال وما حيوقف إلا إذا فات بعملية برية وربحة وأنا رأيي سيجد نفسه مجبرا على العملية البرية وسيخسرها وإذا اتخذ الإسرائيلي قرار تطبيق خيار غزة في الضحية مثلا أو في بيروت فبدأ تنزل الصواريخ على تل أبيب والصواريخ الاستراتيجية هني عم بيقولوا أنه ما قدرنا ننصلى وما منعرفه وين طلعنا قال أنت قال دمرنا 50% طلعوا الضباط يقولوا له حاجة فشت على العالم يعني الصواريخ لم ندمر 50% منها بدليل بعدها عم تنزل بأريحية كل قصف الجنوب دام خلال يوم واحد 630 شهيد و2500 جريح من شان شو من شان الصواريخ وطلعت الصواريخ وأكتر من مكانت فإذا البنية الصاروخية التكتيكية معافات البنية الصاروخية الاستراتيجية لألوتي مار ضباط الإسرائيليين صحيح أنها موجودة في أماكن لا نعلمها وأنا بقول لكني بيعرف أنها في بطون الجبال ولا إمكانية وصول لها وها ستنطلق إذا كمل بديوا يعمل تدمير بالضاحية أنا بجزم لك تل أبيب ما حتشوفه على الخريطة وهو سيطلب وقف إطلاق النار هو حيطلب لذلك هو عم يتفادى هو بيعرف بالمعلومات أنه بحالة إبهار الآن بالعرض الناري هاي فرسته لكن الرأي العام مش معه هلا لأنه موقفة الصواريخ بالشمال والرأي العام متعطش بسبب أنه أعطاه صورة نصر بده مزيد والمزيد سيأتي له بالكارثة فهو واقف على مفرأ لا أدري يروح على الاتفاق هلا لأنه أمام كل ما أنجزت عشو رأي على الاتفاق لا أدري يروح على العملية البرية ولا أدري يروح على قصف لذلك الأمريكي قبلها العملية عطاه بنى المنصة لإسمها منعمل العملية ونروح على الاتفاق على ربط 1701 بال2735 لهو بيان عمل له الأمريكي يعني متابعة وملاحقة جاب عليه الدول السبع وجاب عليه الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ودول عربية لأنه هذا مشروعه مشروعه ضربة تعطي قوة الإبهار والتوازن بين الإسرائيلي وقوى المقامة ونذهب إلى الاتفاق الإسرائيلي لأنه كيان سياسي يعني سكر المايك عندك نعم نعم أنا معك لا ما بتعيش فيك تفتح لأنه إذا ما عطيتك فلها السبب هو الآن في وضع صعب والمقاومة بهالعشر تيام اللي بدأ إياه لتستند وضعها عنده فرصة العملية البرية اللي بعدها ما بتعود عنده وعندها هي عندها هي عندها لها الحق بالرد على ما لحق الضاحية وإذا ذهب إلى بيروت يعني هي عطته الفرصة أنا رأيي هو مقيد اليدين الآن بكل الاتجاهات وخلي نشوف الأيام يعني بس أنا رأيي قلقك مفيد لكن حجمه شوي لا بأس على كل حال أنا استنفضت الدقائق خمس تبعي شكرا 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 يا دكتور شكرا دكتور مختار قضل سلام القدس لكم وعليكم وسلام القدس لك وعليك ما أحوجنا إلى صاحب نهج البلاغة الآن ليستطيع أن يعبر لنا ما يجيش في صدورنا جميعا ترك لنا السيد وهو حي على طريق القدس وليس شهيد على الطريق القدس ترك لنا القيمة المضافة وأعظم القيمة المضافة أن الكرامة كانت في حالة موات أحياها الرجل وعمل عليها طوال هذه السنوات حينما يقول نحن سادة عند الولي الفقير هو يعطينا الكرامة أما أنتم وهو ليس شتاما لكن هذا استكمالا اسمحوا أما أنتم أيها الخنازير فأنتم في حضيرة تقتاتون فيها على فضلات السيد الأمريكي أما نحن ونحن معه وهو يشملنا بهذا الكلام نحن سادة عند الولي الفقير السيد حي على طريق القدس وليس شهيد على طريق القدس السيد ترك لنا وصية وأريد أن أذكر بها بعد استشهاد السيد قاسي الحاج قاسم سليماني قال الأمريكي يجب أن يخرج من منطقة غرب آسيا الآن الآن هو وقت خروج الأمريكي من غرب آسيا وقد تلازم الطريقان الخروج الأمريكي من غرب آسيا وعلى طريق القدس الطريقان أصبحوا متلازمين الآن وعلينا أن لا نفقد ثقاتنا بأنفسنا لذلك أنا شخصيا لست قلق على القيادة الجديدة هناك في مراحل التاريخ عوامل غير مرئية أستاذ ناصر عوامل إيمانية أنا موقن ومؤمن ومؤمن وكل ثقة بالله أن القيادة الجديدة سوف تؤدي وتؤدي بما يرضينا ويردي شعبها ولم أقول مثل السيد مثلا لكن سوف تكون على قدر المسؤولية لذلك أنا لست قلق موضوع آخر يا أخوانا حكاية إيران وأنا مش عايز أقول الكلمة لم نعرف السيد قاسم سليماني إلا في عهد الرئيس روحاني المحافظ الإصلاحي السيد قاسم سليماني أشتهر في منطقتنا في عهد السيد حسن روحاني الرئيس الإصلاحي لذلك سبكوا بقى من حكاية إصلاحي ومحافظ هذا دور الدور لا يمكن أن يستغنى عنه الدور جاء إصلاحي جاء محافظ لا يمكن أن يتم الاستغناء عن الدور ودور إيران أصبح ليس أقلين وأنا قلت قبل كده أقلين زو أبعاد دولية وهذا ما نشاهده الآن ومحاولة جر إيران حتى يكون قرار مجلس الأمن بين دول ودول هو المفتغى الإسرائيلي الآن والأمريكي لذلك أنا يتمنى حكاية إيران دي وهم الخنزير اللي بيقطاتوا على الفضلات الأمريكية هم الذين يقولون أين إيران إيران خزنت المقاومة إيران لم تخزن المقاومة وأنا شديد الاقتناع وقد أكون شديد الاقتناع أما القيادة الجديدة فأنا أعلم وأنا ليس بالعلم ولكن بالإيمان باليقين بالثقة بالله سبحانه وتعالى لأن ثقتنا بالله تتحول إلى نص أن القيادة الجديدة سوف تكون على قدر المسؤولية أمام شعبها وأمام مقاومتها وسوف نرى في الأيام القادمة بعد التعافي السريع إن شاء الله سوف نرى ما تصر له أنفسنا وسوف يشفي الله صدور قوم مؤمنين وسلام القدس لكم وعليكم وسلام القدس لك وعليك شكرا يا دكتور مختار يقول الإمام علي عليه السلام في نعي مالك الأشتر لأنك طلبت كلام الإمام يقول لله در مالك وما مالك والله لو كان جبلا لكان فندا أي الصخرة الناتئة في الجبل ولو كان حجرا لكان صلدا لا يرتقيه حافر ولا يوفي عليه الطائر عميد حميد تفضل افتح يا عميد تفضل نعم السلام القدس عليكم السلام ناصر وسلام القدس لك وعليك أولا من البداية أنا أشكرك السلام ناصر على هذه الندوة كذلك الشكر موصول لكل الأخوات المتوايدين معنا مستمعين ومتحدثين في البداية نرفع أسماء آية التعازي للشعب اللبناني قيادة وحكومة وشعبا ونخص حزب الله وبرتقى السيدة المجاهدة القائدة الكبير حسن مصر الله شريف وهذا العدوان الإجرامي طبعا هو غاب بظوء أخضر من واشنطن لن تجرؤ الكيان الصيوني اللقيت بأن ينفذ هذه العملية إلا بعد التنسيق مع الإدارة الأمريكية وربما مع بعض الأنظمة المطبعة لذلك هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ثمن الدماء الطاهرة التي سالت ثمنها سيكون زوال هذا الكيان الصيوني اللقيت هو كان الكيان الصيوني كان هدفي أنه من خلال الإجتيال نصر الله أنه بيقضي على حركات المقاومة بالعكس الآن المقاومة ستكون أكثر قوة من أي وقت المضاء لأن هذا مشروع والمشروع هذا لا يستطيع أن يطفي هذا المشروع الكيان الصيوني أو الإدارة الأمريكية لذلك لابد الآن لدول المحور أن تشكل غرفة عمليات مشتركة ولابد ما يكون هناك رد مشترك يتم تأديب هذا الكيان الصيوني عميل حميد ونحن أنت صرت عيدة تشكيل غرفة العمليات عشر مرات وأنا بنسألك أنه غرفة العمليات المشتركة موجودة لكن إيران ما كتدخلتش إي إيران ما كتدخلتش بالمواجهة مع عدال العراق ولبنان واليمن لا موجودة موجودة غرفة العمليات المشتركة في المحور موجودة لكنها موجودة في غرفة العمليات لكن نتمنى أنها تدخل معنا في المواجهة مع إسرائيل ومعها نحن لا نتمنى أن تدخل لماذا؟ لأن هذا سيعني سقف القوى المقاومة وجعلها تابعة لدولة والدولة ستفاوض على ملفاتها أسوة بملفاتنا أنت بدأت تفاوض الملف النووي الإيراني على التفاوض؟ تقدر إيران تعمل حرب وما تنتهي بمفاوضات وينقال توضع كل قضايا الخلاف على طاولة المفاوضات والحل الدبلوماسي وليس عسكريا؟ أسأل أنت منظر إحنا الآن لماذا دخلنا بالمواجهة مع دار الأمريكي ومع بريطانيا ومع الكيان الصيوري ما بيش معنا إحنا مزلحة إحنا يعني اللي عم تقدم أمريكا لا إسرائيل ما تملك مثله إيران عم تقدم لقوى المقاومة سلاحه ماله دعم أنا عارف إيران لا دور كبير بدعم الفصائل المقاومة في فلسطين بالسلاح بالسالح وكانوا أول يلاجموا بروضا طبعا مش معاهم أي سلاح إيران فعلا هي دعمة حركة حماس دعمة حزب الله دعمة سوريا دعمة اليمن لا ننكر هذا لكن إحنا نريد الدخول في المواجهة كل دول محور لأنه الآن هم صراع بين أسكرين حركات المقاومة وليس الدول الله يخلي يكون عندما تدخل الدول تتغير المعادلة حروب الدول تدوم يومين حروب الدول وتنتهي بوقف اطلاق نار وطولة مفاوضات طيب إحنا الآن دولة إحنا جميل إحنا الآن الدولة بنقوض مواجهة مع الكيناسونيين اللقيت ومع بريطانيا مع أمريكا إنت بتعرف خصوصية وضع اليمن إنه لو مع تتعاملين مع اليمن كدولة معترف بها كان الوضع اختلف لا زل تمثلون الطرف التابع للخليج بالمجلس بالأمري عظيم أنا عم بحكي عم بحكي بالمعايير الدولية بالمعايير الدولية قيمة اليمن الآن أنه خارج المعادلة الدولية يتصرف كحركة مقاومة أنا أتفق معك بهذا الطرح لكن الشي أقول لك إنه اليمن هو الذي سيغير وليه المنطق والحرب نحن متفقين على معدد الدول لا تدخل للدول الله يخليك أنا أشي يقول لك بالنسبة لنا في اليمن نحن بقى نستمر بخوض المواجهة مع هذا الكائن الصيوني اللي قيت ومع الإدارة الأمريكية حتى يتموا وقفة الإدوان على الغزة مهما كانت التضحيات ومهما كانت الخزائر لا شك بهذا لا شك بهذا مجرور عياك الله شكرا يا عميد حميد عم بيذكروني صارت تسعة ونص ساعة يمشي بدي لحق على المنار فأرى التضحي والسلام القدسي لك وعليك بعد عنا كلمتين كلمة لأستاذ زياد زكريا وكلمة لأستاذ عبد الحميد أجراز فضل أبو طارق ضل عندك وقت يعني رحمة الله يعني ديتين يلا سريع سريع السيد حسن سمحت السيد حسن رحمة الله عليه أكبر من أنه أنا أو أي إنسان تاني غيري يعدد مناقبه هذا شخص يعني تعجز النساء أنت لدي مثله ولذلك عشان ما أطول وأقول من الظلم إنه إحنا نقارن أي واحد جاي نصير نقارنه بالسيد حسن أي قائد جاي سواء كان هاشم صفي الدين أو غيره أو أي واحد تاني إن نعامله مثل ما هو كقطعة متكاملة بدون ما نقارنه بالسيد حسن راح تصير المقارنات هاي لأنه إحنا مجرد بشر والبشر يعني لما بيستولي عليهم محبة إنسان وعشق وشغف فيه بدون نسيره القارن وبس لازم نتحكم في عواطفنا وفي أعصابنا أمس أنا كنت في حالة يعني مزيج من الحزن والغضب والقهر والثورة يعني أكتر منها من أي شيء تاني فكتبت المسا بوست على المجموعة بترجم حال معظم المشاعر اللي موجودة عند الإخوان كلهم أول بيت هذا استعارة كان من مظفر النواب وكملته أنا كتبت عزين أنا أسأل الحزن ماذا يسبب حزني ضعيف أنا أسأل الضعف ماذا يسبب ضعفي مؤمن أنا أسأل الله أين إيماني قوي أنا أسأل السيد من أين لقوتي كنا معك بقينا معك وسنبقى معك يا سيدنا يا سيد المقاومة يا سيد الشهداء يا سيد القوة والثبات والإيمان منك نستمد العزم والقوة منك نستمد الإرادة والثبات والصمود كنت معنا ولنا وستبقى معنا ولنا علمك يرفرف فوق سماؤنا صورتك ستبقى في قلوبنا وعقولنا وتشرف جدران وتزين وتزين جدران بيوتنا قوي أنا إذا لم أدرف الدمع حزنا فقط بل ذرفته قبولا بما آتانا ويقينا بما أوصيتنا به وغبطة لما نالك عندما علمتنا مما قاله جدك رضي الله عنه ما بين السلة والذلة هيهات منا الذلة وما قاله سماحت السيد موسى الصدر عندما قال ثمن الحرية غالي ولكن ثمن الذل أغلى وما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم يعني هذه ملخص شكرا شكرا يا أبو طارق عفاك نتعبر عن كل المشاعر للشباب نعم عندي صورة السيد معلقة في واجهة البيت بعد ما تفتح البيت من 25 سنة وفي ناس لما صارت الطائفية زادت بطلوا يجوا عندي وبالناقص طبعا مثل صديق الدكتورة دكتورة ابنك اللي ذكرتها لكن كل هذا الشعور والغضب اللي عندي ردت فعلي كانت يعني أكثر منها خزن كانت غضب وقهر مبارح سكرت على حالي الباب وكسرت لي شوية أزاز وخشب بس الحمد لله ما لكنا نفسنا زينا زي أي واحد ثاني الألم اللي شعرت في في حياتي هاليومين هدولة أنا واحد جرب جميع أنواع الألم الجسماني والنفسي من فقدان الأحبة فقدان ومنهم أفراد الأسرة المباشرة وغيره وغيره ورفاق وغيره جسمي بنفع منجم حديد عندي حدايد بكل جسمي عشان أقدر أوقف من كتر ما في تصحيح عظام يعني هنا المنتدى مش لمكانت مش مكانه التجارب الشخصية ولكن إنه جربت أنواع الألم الألم اللي حسيت فيه بها اليومين هدولة كان أقوى منه كل شيء ولكن السيد هو اللي علمنا الثبات والصمود إيدي اتهشمت مرة وحد عشر يوم بعديها لبينما أتعالجي اتهشمت مش انكسرت احد عشر يوم بدون بدون مسكن ألم جمجمتي اتكسرت بعد أربعة أيام اللي بديت أتعالج بدون مسكن ألم فجربنا كل شيء يعني طلع تطلع الألم الجسماني لا شيء أمام الألم اللي بيولده فقدان قام مثل السيد حسن رحمة الله عليه وأنا أقول الآن أنه ماذا في عنوان منتدانة اليوم ماذا بعد السيد حسن بإسرائيل إسرائيل اغتالت السيد عباس الموسوي وأبله السيد موسى الصبر صح ما أعلنش اغتياله بس هذا اللي احنا كنا يعني ميقنين منه موسى الصبر كان بده بده يعمل كانت كان هدفه وصلته فلسطين وما يسمحوا بهذا الحكيم اغتالت السيد عباس الموسوي إجاهم الشيخ راغب حرب اغتالت الشيخ راغب حرب مع أفراد عائلته لا لا شيخ راغب قبل أول واحد الشيخ راغب ما كان أمين عام الشيخ راغب مين اللي مع عائلته كان الشيخ راغب ولا عباس السيد عباس نعم السيد عباس اوكي معك تعذروني خلينا نوقف هون بس أبو طارق يعني اللي قلتهم جميلين جدا ومعبرين جدا خلينا نكتفي فيه هون وناخد الأستاذ عبد الحميد بس دقيقة واحدة لأنه في شعر كان كتبه الأحمد قعبور يلا يلا سريعا الزمان وغناها مرسيل خليفة فأنا أقول الآن لكل مقاوم شريف في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن أقول لهم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض من تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء العين ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم أنا ما هدت في وطني أنا ما هدت في وطني وما صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي عملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصلت العشب الأخضر فوق كبور أسلافي أناديكم جميعا أناديكم وفعلا أنا أبوس كل ذرة تراب موجودة على بط مقاوم وسلام القدس لكم وعليكم وسلام القدس لك وعليك شكرا يا أبو طارق أستاذ عبد الحميد تفضل سلام القدس عليكم وسلام القدس لك وعليك تحياتي لكل الإخوة وعزائي للشعب اللبناني أنا عاوز أقول حالة يعني في عام 1969 بعد هزيمة النكسة استشهد رئيس أرقان الجيش المصري الفريق عام ميناء مرياض وعمل يوم الشهيد احتفالا يوم الشهيد عندنا في مصر عشان الفريق عام مليا مرياض لكن لم تنكسر إرادة المصري وتم الاستعداد لمعركة العبور في 73 وانت بتفكر لمعركة أو بتفكر تحرير مش هتقف عندها بس لحيث سيد حسن نصر الله رجل عزيز علينا جميع وسجل تاريخه بيننا جميع لكن من ظن كلماته دائما اللي أنا استفدت منها كشخص أن إسرائيل ستهزن بالنقاط في تلك الحالة أو المناسبة اللي احنا فيها الآن أنا بحب معك يا أستاذ نصر أنديل أسجل أعتزازي وتأديري لإدارة المعركة من جانب الإخوة في حزب الله ومن جانب الإخوة في إيران أنا لو أيد بكل المقاييز دخول دولة إيران المعركة كل اللي بيتم في جابت المقاومة الآن هو بدعم من إيران طيب إذا دخلت إيران المعركة هذا تكالب عليها وتتحد عليها الدول الغربية زي أوروبا وأمريكا ويتم تغيير النظام في إيران زي ما حصل في العلاقة وعاوزين نكون واضحين أن الغرب المزاكي أو يعني زي ما احنا متخيني لا مش كل تصرفاته صحيح لو هو كان بيدور على مصلحته ما كانش شال صدام حسين عشان يبقى الطريق مفتوح يبقى الهلال للشيع كاملة والحركة فيهم إنسيابي الغرب بياخد الفرصة وإحنا لابد أن نحنا نكون صحيح أن طريقة تحرير الطريق هيبقى طويل شوية وشاق لكن أنا أحب أقول لحضراتكم جميعا لو استمرت المعركة بهذا الوضع سنة عام آخر مع الكهان المحتل لا تفكرت الكهان المحتل لا يبهرك أبدا ولا يخدعك أبدا شوية أنه يقتل فلان سمحت السيد كان رمز سياسي ورمز دين ليس مقاتل في الميدان ربما المقاتلين اللي هم بيحربوا الآن هم المقاتلين اللي بيحققوا نتائج على الأرض وبعدين إحنا هنخاف ليه من الحرب البري اللي إحنا كلنا بنتمنى الحرب البري إنتا النهاردة ما تقدرش اطوله في السماء أنا والدي كان مقاتل وكان خدم في غزة في الستينات أول ستين وخدم في اليمن وخدم استودعي بعد سبعة وستين ما خرجش إلى الأربعة وسبعين هو كان دايما يقول لي كده يقول لي الإسرائيلي ساعة ما تشوفه بيسلم نفسه لأنه عنده حريص على الحياة إحنا دلوقتي هو بيضرب بالطيراء ماشي إنتا ننتج طيله ما عندكش عنظمة دفاع جوي تمنع الطيراء بتاعه مين هيديك قصة ربعمية لحزب الله محدش هيديك قصة ربعمية لأنظام الدفاع السرخي الروسي فإحنا مش عاوزين نصدر الروح الإنهزامية وإحنا بنأيد كل خطوات القادة السياسيين في حزب الله وبنأيد كل خطوات القادة السياسيين في إيران وأنا من الناس اللي بأيد عدم دخول إيران للمعركة طب هي إيران لو دخلت المعركة بيتهدف وزي ما قال الأستاذ الناصر عندما تطور الفاوض على وفو المعركة هتطور كدولة لدولة لكن إحنا حزب الله تصنيف شعبي أنصر الله في اليمنى تصنيف شعبي المقاومة في غزة تصنيف شعبي فإحنا نستمر في دعم هؤلاء من أجل مقاومة المحتمل شكرا لك شكرا يا أستاذ عبد الحميد سلام القدس لكم وعليكم جميعا أحبائي وأعزائي وشكرا على هذه الحلقة المميزة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر